خلونا نروح لمجموعة سريعة من الأخبار اللقصر طلع كلم كتير أنه فيها حالة من الدودة الكبدية دي اللي هي الدودة اللي غالبها بتبقى موجودة اللي هي الفاشيولة اللي هي بتبقى موجودة على بعض أنواع الخضروات تقريبا وطبعا أعتقد يعني أنه إصابة بيها بشكل متكرر ممكن يؤدي إلى فشل كبدي ومشاكل كتيرة فطلع الكلم دا الحقيقة أنه الدكتور السيد أحمد الجواد وكيل وزارة الصحة في الأقصر أعلن أنه ما حصلش رصد لأي حالة إصابة بهذا المرض مرض الدودة الكبدية اللي هو الفاشيولة على مستوى المحافظة حتى الآن وقال أنه طلع بيان الحقيقة صحفي كمان النهاردة وقال أنه إدارة مكافحة القواقع بالأقصر وجميع وحدات التفتيش التابعة لها فحصت بالفعل المجاري المائية في نطاق المحافظة كفيفة العمل عملت إجراءات ميكانيكية لجمع قوقع الليشمنية اللي هو ده العائل الوسيط ده اللي بيبقى زي انترميدية أو الوسيط ما بين مرض الفاشيولة وما بين الإنسان أو يعني ما بين ممكن الدودة دي مثلا وما بين الإنسان للحد من الإصابة وتفحص في معامل وحدات التفتيش التابعة للإدارة وأنه ما حصلش ظهور أي إصابة بالقواقع حتى الآن ده كان خبر مهم الحياة لأنه كان فيه كلام كتير طلع أنه الناس ألقان هناك من تفشي أو وجود الفاشيولة في الأسر بمناسبتك